اشتركوا في القناة اللاعب احريمات من ضربة جزاء ومن بعد ذلك شفنا احتجاج كبير من المكونات دي الاتحاد طانجة على اداء الحكم الشيء الاكيد على ان هناك مشاكل في التحكيم في المغرب العديد من اللقاءات كتعرف اخطأ كارتية بكل ما تحمل الكلمة من معناه غياب معايير واضحة لقطات متشابهة لقطة هنا تتشوف ضربة جزاء لقطة مشابهة تتشوف على ان ما كانش ضربة جزاء وبشهادة رئيس العصبة الاحترافية بالقشور اللي كان خرج يعني كان سوى واحد الخرجة اعلامية وقال بالحرف الواحيد على انه غير راضي تماما على الاداء دي الحكام وعلى الاداء او لا على الاخطاء الكارتية التي ترتكب من طرف الحكام خصوصا في الاسابيع الاخيرة وشيء غير منطقي يعني الاخطاء تتبقى واردة ولكن مع وجود الفار اللي من المفروض على انه يقلل الاخطاء التحكيمية لا يعقل على انه في بعض الاحيان الفارق تيجي ويتقاتل ويتريني الاسبوع كامل ويجي الحكم بقرار خاطئ يضيع المجهودات ديال اللاعبين يعني اليوم شفنا العديد من اللقطات التحكيمية التي اتارت الجدل ونعطيكم مثال نعطيكم مثال للتشابه في الحالات اليوم في الصوت الاول كان واحد التدخل يعني في لقاء ديالتحات تانجا وجيش ملاكي كان واحد التدخل من اللاعب دياكيتي على لاعب ديالتحات تانجا تدخل يعني نخلي لكم الرأي ديالكم تدخل كان خاشن الحكم اعطى بطاقة سفراء غرفة الفار لم تتدخل وهذا هو نفس التدخل اللي شفناه الأسبوع السابق لاعب ديالتحات وارقة غاديو امام جيش ملاكي اللي تلقى على ايترو بطاقة حمراء تقريبا نفس الحالة بحدافي ريها ولكن غاديو في لقطة الأسبوع السابق خد بطاقة حمراء وفي هذا الأسبوع هذا الحكم اكتفى ببطاقة سفراء وما طردش اللاعب ديالكيتي نبغي نعرف الأراء ديالكم واشهد اللقطة كانت تستوجب طرد اللاعب ديالكيتي ولا لا كانت حالات أخرى يعنينا مشي حكم سابق ولا قد نهضر ونجي نحلل أداء ديالحكم ولكن تنحاولوا على أننا نعطيهم بعض الأمثلة كانوا حالات أخرى لخلقات الجدل وكيف ما قلت لقاء دياليوم عرف جدل تحكيمي كبير وعرف احتجاجات من اتحاد طانجا على أداء الحكم كنا قنا نعرفو على أن الجيش ملكي يصارع من أجل الحفاظ على لقب البطولة واتحاد طانجا يصارع أيضا من أجل الحفاظ على المكانة دياله في القسم الوطني الأول يعني أنا كرأي شخصي لسولتوني على اللقطة ديال ديالي بطاقة حمراء لا غبار عليها تدخل كان واضح الإهمال كان واضح الدهس على قدم اللاعب ديال تحى طانجا كان واضح لقطة حي دعيكم العاطفة لقطة كانت تستوجب طرد اللاعب ديالكيتي وكنا نعرفو الجيش ملكي لكن من اللقاء بعشرات ديال اللاعبين والنتيجة متعادلة سفر ليمثلي ما شو الجيش ملكي إلى كمل اللقاء بحضاش اللاعب هذه مسألة معروفة يعني شفنا الجيش ملكي الأسبوع السابق أمام انتحات تورقة لما كانت النتيجة متعادلة لما تسترد اللاعب ديالتحات تورقة الجيش ملكي في الصوت الثاني اكتسح اللقاء وحققت انتصار بنتيجة كبيرة يعني الشيء اللي تنطلبو به يعني كمتفرجين يعني كمتفرجين كيف مقوت الأخطاع تحكي ميواردة ولكن على الأقل انت كحاكم أعطي لي كل ذي حق حقه وغرفة الفار هي اللي تدي الطرح العديد من العلامة الاستفاهم في بعض الأحيان الحاكم ديال الوسط يمكن له ما يشوف انت كحاكم ديالفار قصك تجي وتراقب كل صغيرة وكبيرة وأي لقطة بنت لك فيها الجدل ولا بنت لك فيها على أن قصك تنبه الحاكم يجي راجع لقطة ما غا تخسروا له هاي يطلوب سي الحاكم هذي اللقطة بلي فيها شك بلي فيها شك بلي فيها شك هذي البطاقة حمراء آجي وشوف وعاود كيف مما الفار دخل في ضربة جزاء اللي تعطات الجيش الملاكي الحاكم ما أعلنش عليها الجيش الملاكي أو الحاكم ديالفار نبه الحاكم قال له آجي وراجع لقطة ومبعد ذلك الحاكم أعطى ضربة جزاء يعني الفار هذا هو الدور دياله هو أنه يقلل من الأخطاء وينبه الحاكم للقاطات لما شافه يعني وشفنا يعني في الدقائق الأخيرة احتجاجات كبيرة احتجاجات كبيرة من المكونات ديالتحات طانجا على أداء الحاكم يعني ما عرفتش وش كان واحد الاعتراض يعني شفنا وكيل أو شفنا شفنا يعني كان واحد تجمع يعني تقريبا وحد خمسة أو ستة ديالتقائق كانوا المكونات ديالتحات طانجا كان المراقب ديال المقابلة كان الحاكم كان أيضا مكونات ديالجيش ملكي ما عرفنا شنوقع واش تحات طانجا تقدم بعد تيارات تقني يعني الحاجة يعني غنعرفوها في الساعات القادمة يعني لقاء كان جميل حضور جماهير من الطرفين جماهير الجيش ملكي جماهير ديالتحات طانجا يعني كان واحد يخلق يعني يطرح العديد من العلامات الاستفاد الشيء الأكيد على أنه حان الوقت حان الوقت للاستعانة بحكام أجانب خصوصا في اللقاءات المهمة واللقاءات المصرية ماشي عيب ماشي عيب إلا كانوا الحكامي الحكام ديالنا مقادنش على أنهم يطوروا من المستوى ديالهم ويقدموا الإضافة ويقللوا من الأخطاء ديالهم نشيبوا حكام أجاني في اللقاءات المهمة باش في الحكام ديالنا يديروا النفس ويخدموا على رأسهم أكيد على أننا ما يمكننش نحملوا المسؤولية كاملة للحكام خصوصا نهضروا على حاجات أخرى كالإخراج التلفازي لما تعاونش أيضا الحكام في اتخاذ العديد من القرارات ولكن الشيء الأكيد على أننا لما تنشوفوا أخطاء تحكيمية كاريتية يعني العديد من الأخطاء يعني اللقطة ديال لما كانت لعبا نهضة بركان واللاعب تحف خرج الكورة بليد دياله من المرمى ورئيس العصبة الاحترافية بالقشور قال على أن المسؤولين ديال النهضة كانت تصلوا به وعبروا عدم الريضة دياله لأن أنك انت كفارق لما تربح وما كتكونش كتستحق ولا كتربح بفضل أخطاء تحكيمية أكيد لأنها ما تعجبكش الحال تبغي تربح بالمجهود ديالك بالعرق ديالك ماشي بالمساعدة التحكيمية يعني هذه هي كما تنقوله يعني المنافسة الشريفة بين جميع الفرق يعني باش نحن كل أسبوع نجي ونتفرجه كل اللقاء يديرنا بوليميك نحن فعط ما نقوم نهضروه على الكورة ونهضروه على التحليل نجي ونهضروه على الحكا هذا الحكم ما دارش هذا الحكم ما دارش هو ما أعطاش ضرب الجازاء هو ما أعطاش بطاقة حمراء يعني هذه الأشيء كلها الشيء الأكيد على أنها تتأثر على صورة كورة القدم المغربية يعني يعني داب اليوم فعط نحن ما نجينا ونهضروه على الكورة ونقوله كان عرس كراوي جميل بالجيش ملكي واتحاد طانجا جينا ونهضروه على هذا البوليميك الكبير اللي كان في اللقاء وأكيد على أنه غيكونوا تدعيات غيكون خروج من تحاد طانجا يعني كيف ما شفنا في اللقاء كان واحد الاعتراض كبير من تحاد طانجا على أداء الحكم يعني لقاء كان متكافئ يعني يعني ما شفناش شيء الكثير الجيش ملكي صراحة في اللقاء اليوم ما ظهرش بمستوى سجيل هذا فرجع اللور ما تعودناش على أننا نشوفوا الجيش ملكي تحاد طانجا قدم لقاء في المستوى وصراحة يعني تحاد طانجا لعب ند للند أمام الجيش ملكي ما حسناش بالفوارق بين الفارقين الجيش ملكي تمكن من تحقيق انتصار ولكن كيف ما قلت لقاء عرف جدل تحكيمي كبير واحتجاج من المكونات ديالتحاد طانجا على أداء الحكم خليوا لي الأراضيكم يعني شنو الحل باش نجاوزوا يعني هذ المشاكل اللي عندنا واش حان الوقت للاعتماد على حكام أجانب ولا شنو الحل من وجهة نظركم الشخصية إذا عزبتكم الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا في قناة باش دائم يسكم جوالبيا والكامل معكم ريدا من قناة ورافينز سلام ورافينز